ردود أفعال غاضبة أبدتها الأوساط السياسية والبرلمانية لاتفاقية خور عبدالله لأسباب تتعلق بإعطاء صلاحيات وحقوق للجانب الكويتي خارج قرار 338 لمجلس الأمن الدولي لعام 93 الخاص بترسيم الحدود خصوصا وأنه يمنح الكويت تمديد حدودها باتجاه السواحل العراقية ويصادر أخرى مسطحاتها البحرية ويحرم العراقيين من حق الصيد والملاحة فيه ألقيت اللائمة فيه على مجلس نواب السابق ووزارتي النقل والخارجية قرار 833 لعام 1993 رسم جزء من خور عبدالله من أم قصور لغاية الدعام 162 أما ما بعد الدعام 162 مجلس الأمن هو تركها للعراق لأن العراق يمتلك موانئ نفطية وفي عمقه برأس الخليج العربي فهذا تركها إلى العراق والقناة لحد هاي اللحظة اللي أنا أتكلم بها هي تدار من قبل العراق والبواخر اللي تدخل ترفع عالم عراقي إلا أن هذه الاتفاقية بالحقيقة اللي يطلع عليها إحنا أنطينا حقوق أو أطماعا أسميها أنطينا أطماع جديدة للكويتين خارج 833 أطراف أخرى وجدت حكومة الملكي مسؤولة عن التنازل عن خور عبدالله باعتبار دولة الكويت لم تملك أي منشآت على جانبي الخور فيما كان العراق يدير هذه القناة الملاحية لأكثر من 70 سنة مضيفين أن العراق تنازل عن حقول نفطية وحدود برية طويلة كل الذي جرى بإقرار الحكومة العراقية الثانية من حكومتي المالكة 2012 هو الحقيقة مذل ومهين إلى العراق لأنه تنفيذ لقرار في أصوله في أساسياته لا يملك مجلس الأمن أن يرسم الحدود ولم يرسمه مع أي دولتين إلا بين العراق والكويت لجنة الخدمات والأعمار النيابية من جهتها وصفت الاتفاقية بالمفروضة على العراق عدينا الوقت الحالي بغير المناسب لحسم قضية مهمة مثل قضية خور عبدالله حفاظا على حقوق البلدين التاريخية كان العراق واقح تحت البند السابع وليست له إرادة وبالتالي فرضت علينا سلسلة قرارات وقوانين من الأمم المتحدة استسلم خلالها العراق في ذيك الفترة اليوم نحن نرى أنه ليس الوقت مناسب للظروف التي يمر فيها البلد يحتاج وقت أكثر حتى يمكن لنا أن نتفاور استبرق حسن الحرة بغداد